في قصر باكينغ هام كان ولي العهد الأمير تشارلز وزوجته كاميلا في استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا استضفته الملكة إليزابيت على مأدوبة الغداء ثم شاعي مع الأمير تشارلز وجولة في وست مينستر أبي الكنيسة الشاهدة على تتويج الملوك عبر العصور وليلا حفل عشاء بحضور العائلة الملكية البريطانية والرئيس الأمريكي وكل أفراد عائلته هناك ما يعارض هذه الزيارة مثل حزب العمال والليبراليين الديمقراطيين ومظاهرات في شوارع لندن هذا فيما غطت Air Force One على وقع تويتات لترامب هاجم فيها عمدة لندن صادق خان المعارض الشرس للرئيس الأمريكي لن أدخل في تفاصيل ما قاله عبر تويتر ولكن من الواضح أن صادق خان لن يكون ضيفا محتفى به في البيت الأبيض الأمن والدفاع والتبادل التجاري والاستثمارات ستكون بعضا مما سيبحثه الرئيس الأمريكي مع حليفته بريطانيا الخارجة من الاتحاد الأوروبي والمحتاجة لتحالفات متينة سياسيا واقتصاديا بسبب استقالة الثريز المائي هذه الزيارة لا تعطي مجالا لبناء علاقة ثنائية بين الشخصيات المختلفة ولكن في ظل المسابقة لزحمة حزب المحافظين هناك إمكانية لدونالد ترامب الآن أن يبني علاقة ما ربما والفائز القادم في تلك المسابقة بوريس جونسون تكلفة زيارة ترامب لبريطانيا تقدر بـ 18 مليون جنيه سترليني ويتاقع أن تعود باستثمارات مهمة للمملكة المتحدة اليوم الأول لزيارة الرئيس الأمريكي احتفائي بامتياز فبريطانيا دولة تحب التقوص والعدات الملكية أما اليوم الثاني فسيكون اقتصاديا سياسيا مع رجال الأعمال ورئيسة حكومة مستقيلة من لندن ريمة مكتب العربية